بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر والفضل كثير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعي ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد العبيد متخصص في تعليم ذوي الطراب فرط الحركة وتشتت انتباه بالمرحلة الابتدائية إن شاء الله اليوم حديثنا عن أو في مجال عفوا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه للفصل الدراسي الثالث وموضوع عن تأثير اضطراب التصرف على الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في جزئه الأول بسم الله الرحمن الرحيم إرشادات التعلم عن بعد لانتباه أفضل أجلس في مكان خالي من المثيرات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية ورقيا والإلكترونيا وبالنسبة لمعلمي التعليم العام وللأسرة بإمكانهم الاستفادة مما يطرح في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وذلك للتمكن من اختيار الأساليب المناسبة للتعامل بها مع الطلاب إن شاء الله اليوم رح يكون حديثنا عن اضطراب التصرف وهو يعتبر من أشد الاضطرابات الموجودة في عائلة الاضطرابات السلوكية والانفعالية رح نعرف وشو إضطراب التصرف وش نقاط التشابه ما بينه وما بين اضطراب فرط الحركة خصوصا بعيدا عن تشتت الانتباه وكيف لما يكون الطالب اللي عنده اضطراب فرط حركة تشتت الانتباه وعنده كذلك اضطراب تصرف كيف يظهر مظهرة أمام المجتمع أو أمام سواء المجتمع العام أو المجتمع المدرسي إن شاء الله رح يكون هذا حديثنا وموضوعنا في هذا اليوم في البداية اضطراب التصرف هو اضطراب سلوكي يحصل خلال الطفولة فلا يشعر الطلاب المصابون باضطراب التصرف إلا بتعاطف أو حرص قليل تجاه مشاعر الآخرين كما يمكن أن يسيئوا فهم تصرفات أو أهداف الآخرين على أنها عدائية ومهددة وبذلك يمكن أن يستجيبوا بعدوانية كذلك يمكن أن يبدأ اضطراب التصرف بالظهور في مرحلة مبكرة كمرحلة ما قبل المدرسة ولكن تبدأ الأعراض الهامة بالظهور في منتصف مرحلة الطفولة وحتى سن المراهقة تقل أعراض اضطراب التصرف لدى بلوغ معظم الأطفال والشباب سن الرشد إذا استمرت هذه الأعراض بالظهور حتى سن الرشد فيؤدي هذا السلوك إلى تشخيص إصابتهم باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع مثل ما هو واضح أمامنا في مقدمة درسنا لهذا اليوم بخصوص اضطراب التصرف مثل ما أنتم معارفين وبناء على المقدمة الطالب الذي عنده هذا الاضطراب غالبا ما يكون في أشد الحالات من حيث السلوكيات الخارجية ونحن نقصد بالسلوكات الخارجية أي السلوكيات القابلة للملاحظة والقياس يعني الطالب يكون عدائي لفظيا وجسديا كذلك انفعالي إلى درجة عالية حاد من حيث السلوك حاد كذلك من حيث أو طويل في تأدية السلوك لمدة زمنية طويلة أبعاد السلوك اللي نقصد بها المدة الزمنية التكرار الشدة جميعها دائما تكون في أعلى قمتها من حيث تقياسنا لأبعاد السلوك أمثلة ومشاهدات على سلوكيات اضطراب التصرف داخل المدرسة عندما يصاحب هذا الاضطراب للطلاب اللي عندهم اضطراب فرط حركة وشت انتباه الآن راح نعرض بعض الأمثلة اللي بالإمكان أننا نتصورها خلال قراءتنا النقطة الأولى يكون أكثر ما يدعو للقلق عادة هو السلوك العدواني المرتبط باضطراب التصرف فيقوم الطالب الذي يعاني من اضطراب التصرف بالاسترجال على الآخرين أو تهديدهم أو تخويفهم كما يمكن أن يتصرف بوحشية تجاه الأشخاص أو الحيوانات كذلك يقوم الطالب الذي يعاني من هذا الاضطراب بالبدء بالمشاجرات كما يمكن أن يستخدموا الأسلحة المقصود بالنقطتين الأولى والثانية أحيانا الطلاب اللي يعانوا من هذا الاضطراب وأحيانا يكون توجههم للأشخاص أو أكرمكم الله الحيوانات شديد يعني أمانة بالإمكان أنه مثلا يؤذي أي حيوان يشاهده خلنا نقول مثلا قطة بالإمكان أنه أمانة يشعل مثلا بالنار أو يضرم النار في قطة كذلك لمن يكون يبدأ بافتعال المشاجرات مع الأشخاص مثلا حنا نعرف لمن تكون في مشاجرات في بدايتها دائما ما تكون في مناوشات لا احتمال أنه الطالب يعاني من هذا الاضطراب تكون الضربة الأولى له ضربة قوية جدا وبالتالي يكون في أعلى قمة إنفعال يعني بالإمكان أنه ضربة الأولى تؤذي الطالب اللي أمامه هذه قوية وبالإمكان أنه يستخدم فيها السلاح والمقصود بالأسلحة ألا وهي أنه بالإمكان في المدرسة يستخدم القلم القلم هذا بالإمكان أنه يستخدمه في عملية الشجارات يعني يفتع الشجار ويبدأ بأول ضربة بالقلم فبالتالي بالإمكان أنه يسبب إصابة لزميلة اللي أمامه وإصابة بالغة الخطورة كما يمكن أن يتصرف الطالب الذي يعاني من هذا الاضطراب بقلة أمانة أيضا فالكذب هو إحدى الأعراض الشائعة قد يكذب للحصول على أغراض وخدماتهم من الآخرين كما يمكن أن يسرقوا من المتاجر أو من أصدقائهم أو أفراد عائلتهم أو حتى من الغرباء من الصعب التعامل مع الطلاب الذي يعانون من اضطراب التصرف عادة بسبب عدم اهتمامهم بمشاعر الآخرين فقد لا يحاون إخفاء عدوانهم ويجدون صعوبة في تكوين صدقات حقيقية مع أشخاص يهتمون بهم وبسلامتهم عادة ملخص الشريحة أو النقاط هذه دائما ما يكون الطالب الذي يعاني من هذا الاضطراب لا يهتم بتاتا بسلامة الآخرين مثل ما قلت أو شرحت في النقطة الماضية لما قلت أن الضربة دائما يفاجئ الشخص الذي قدامه من حيث الضرب يتفاجئ أن الشخص قدامه يضرب ضربة قوية ومباشرة كذلك مثل ما قلنا أنه خالي من المشاعر سواء كنت أب أو أم أو صديق في الفصل أو كنت صديق لمدة سنوات لا يهتم للمشاعر ودائما ما يسخر إمكانياته لخدماته الشخصية يعني يكذب أو يصرق أهم شيء أنه يؤدي هذه العملية أو تؤدي هذه العملية إلى إشباع رغبته أيما كانت تدمير الممتلكات هو إحدى الأعراض اللي عندهم هو إضطراب التصرف فقد يقدم للأطفال على إشعال حرائق بنية إحداث الضرب كما أنه قد تحدث أشكال أخرى من التخريم مثل كسر النوافذ رش الدهانات أو الدهان على ممتلكات قد يعصي الأطفال الذين يعانون من إضطراب التصرف القواعد في المدرسة أو في المنزل وهذا يشمل التأخر خارج المنزل إلى ما بعد الوقت المسموح بالرغم من منعه من عمباته من قبل لها بالنسبة لي ملخص هذه الشريحة أحيانا الطالب لمن يطلع مثلا من مدرسة بالإمكان لو كان معه ولاعة بإمكان أن يشعلها ويذبها في قمامة والقمامة هذه تضرم أو تشعل أو تشتعل بالنار ما يحسب أي حساب للشارع فيه أطفال يمكن يمرون فيه سيارات واقفة فيه بيوت فيه أشجر ما يحسب حساب للعملية اللي قام بها كذلك دائما من الصفات اللي نلاحظها عليهم أن أهالهم لما يجون إلى المدرسة ترقوا يقول يا أستاذي الأبن وهذه الجملة دائما نسمعها الإبن أبيكم تربونا لما تسمع هذه الكلمة أعرف أنها علامة بسيطة يعني تشخيصة لكنها علامة أن الطالب قد يكون مكتسب إحد العلامات اللي يتتبع لإطلاب التصرف يعني لما يقول لك الأب وزيكه يقصد إنه يقول لأبنة عبني ما يرجع للبيت يعني لما نتطلع من مدرسة الظهر يجيني الساعة ثانتين ونص يدخل المدرسة يدخل للبيت وبعدين يطلع للعصر نهاية العصر أو المغرب ولا يرجع للساعة تسعة وعشر أنا ما أدل وأن يروح في هالأربع ساعات أو الخمس ساعات بالتالي تشعر أن الأسرة ترمي بثقلها أو كاهلها التربوي كذلك على المدرسة وهي تعتبر من العلامات أو المؤشرات اللي لابد أن نلاحظها يمكن أن يتغيب الطفل عن المدرسة أو أن يهرب من المنزل وكذلك أمانة وأحيانا قد يتلازم اضطراب التصرف أو بإضطراب فرط الحركة أو تشت انتباه وقد يسهم عن حدوث تقلبات مزاجية وإضطراب قلق يعني قد تكون هناك ثلاث اضطرابات بسبب وجود اضطراب التصرف يعني يصير الطالب عنده اضطراب تصرف وكذلك اضطراب فرط حركة وشت انتباه وتطلع النتيجة اضطراب قلق بالنسبة للدليل التشخيصي ماذا كان يقول بخصوص هذا الاضطراب يقول أن الأفراد اللي لديهم هذا الاضطراب دائما ما يخرقون القانون في بعض الأماكن من ضمنها المنزل المدرسة الأقران المجتمع يعني خرقهم للقوانين في المجتمع بشكل عام أيما كانت محتويات هذا المجتمع كذلك صنف الدليل في نسخته الرابعة بعض الرموز أو بعض العلامات بالنسبة للطراب التصرف النقطة الأولى العدوانية غالبا مثل ما ذكرنا في بعض الأمثلة يستقوي يهدد الآخرين أو يبدأ بالمعارك سبق أنه استخدم سلاح أثناء المشاجرات كذلك قاسي جسديا تجاه الناس والحيوانات مثل ما ذكرنا أحيانا تكون ضربة الأولى ضربة قوية للشخص اللي أمامه كذلك سبق أنه قام بالسرقة في حضور الضحية ونقصد بهنا مثلا بالإمكان أنه يسرق أو يأخذ الممتلك من يد الشخص اللي أمامه بالنسبة لتدمير الممتلكات دائما ما يشعل النار أو يضرم النار في أي مكان سواء كانت قمامة أكرمكم الله أو مثلا أرض خالية المخادعة أو مخادعة والسرقة سبق أنه اقتحم منازل مباني السيارات يعني عادي أنه تلقى الطالب مثلا يكسر قزازة السيارة يأخذ منها لو لقى جوال أو لقى أي غرض ممتلك يعني له ثمنة كذلك غالبا ما يكذب أو يخدع الآخرين بهدف أنه يشبع رغباته كذلك سبق له السرقة بدون علم الضحية مثل ما نشاهد أمانة في البيئة المدرسية أنه مثلا الطلاب يصنحطهم فلوسهم في الشنطة وبالتالي أثناء الفسحة يدور ما بين الفصول يبدأ يفتح الشنطة يأخذ مثلا إذا كان أكل أو إذا كان متبقي بعض الفلوس تلقى يأخذها الإخلال بالقوانين غالبا ما يخرج ليلا من المنزل كذلك يهرب أحيانا تصل مرحلة أنه يهرب من المنزل أثناء الليل أكثر من مرة وخصوصا في بعض الأعمار المحددة في عمر الثلاثة عشر سنة أو ما قبل ذلك وغالبا ما يتغيب عن المدرسة الخلاصة بشكل عام يجب أن تظهر حنا اليوم حديثنا طبعا عن الطلاب الصرف لكنه كنظام تشخيصي أو معيار من معايير تشخيصية يجب أن تظهر ثلاثة أو أكثر من هذه السلوكيات على الطالب خلال 12 شهرا كما أنه يجب أن تكون مستمرة هذه السلوكيات لمدة 6 أشهر متواصلة أبرز العلامات السلوكية التي تظهر أمامنا أو دائما عندنا في مدرسة سألة وهي نقطة عدم احترام المعلم ونقطة العدوان اللفظي في الختام آمل مني قدمت لكم مادة تعد بالنفع عليكم عرفنا مبدئيا وش علامات اللي دائما نشاهدها بالنسبة للطالب اللي عنده اضطراب التصرف لما يكون عنده اضطراب فارتحرك وش انتباه لو لاحظنا أنه لما انشرحنا اليوم كأنها اختفت علامات اضطراب فارتحرك وش انتباه وهذه علامة بأنه هذا الاضطراب يسود على اضطراب فارتحرك وش انتباه كان معكم مهند بن سعد العبيد في أمان الله